موسيقى اهلا بحضراتكم من جديد ولسه مكملين معاكم نهار جديد وفقرتنا الاولى هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا طبعا كل السنة وحضراتكم طيبين كلها ايام ونستقبل شهر الفضيل شهر المبارك شهر رمضان زي ما تعودنا دايما في شهر رمضان بيحاولي احنا نستعد ونتأهل ونتأهب لرمضان احيانا في ناس كتيرا جدا بتفهم الاستعداد ده غلط وتنزل تستعد بشكل يعني وبسلقيات غلط جدا وده طبعا بينعكس عليها بشكل طبعا كمان يعني مؤذي جدا لصحتها مؤذي لعبادتها اللي مفروض ان هي تركز فيها طول العام عشان كام نهار ده هنتام جدا ازاي نستعد صحيا وغذائيا ونركز على ايه ونتجنب ايه وابرز السلوكيات الغلطة اللي بنعملها عشان نقدر نبقى اصحاء في رمضان وندي طبعا للطاعة حقها كما ينبغي ان تكون خلوني بداية اراحة بضرستي العزيم شرفاني ومنوراني في الستوديو طبعا هيكون معينا النهاردة دكتور منال عز بيه معهد بحوث تكنولوجيا الاغزاز محولي اراحة بيه اهلا بيك دكتور صباح الخير عليك صباح الخير عليك وصباح الورد والياسمين على كل المصريين اللي بيتابعونا ويشوفونا في نهار جديد اشكرك يا دكتور وكل سنة واحدة ايابة خلاص ايام ويعني يأتي رمضان فالواحد حاسن الصنة كلها جديد خلاص سبحان الله رمضان من اعظم الشهور واللي كلنا بنستناها ونستعدلها بس انا بلوم على المصريين في نمطهم الاستهلاكي للأسف النمط الاستهلاكي عندنا بيتنافى مع تعليم الدين الاسلامي شهر رمضان شهر للصوم وللعبادة مش لتخزين الاكل احنا بنتعامل مع السلع التموينية للأسف ان احنا خلاص اكنا هيحصل مجاعة بنشتري بكميات رهيبة انا عايزة اقول لحضرتك ان احنا في شهر رمضان الفضيل بنستهلك طلد اضعاف استهلاكنا في اي شهر عادي على مدار السنة فيعني استهلاكنا بيبقى عالي جدا ده بيبقى عبء على الاسرة وعبء كمان على الدولة انها تقدر توفر كم هذه السلع والحمد لله الدولة بتسعى جاهدا لتوفير جميع السلع سيادة الرئيس بيوصي طول الوقت ان السلع تبقى متوفرة الحفاظ على الاسعار مراقبة الاسواق بس احنا كمواطنين لازم يكون عندنا وعي لان شهر رمضان شهر للعبادة وراحة الجسم وصيانة الجسم مش يبقى فيه عبء على الجسم والتخمة والكسل اللي لسه هنتكلم عنهم خلال الفقرة بإذن الله سيادة ويمكن الاستعدادة بيانهم عنه عظمات ده حقيقة ومواقع كبيرة جدا دكتور فيها حاجات كتير جدا اه فعلا ما طب ولاز ولاز ولكن يا دكتور بنلاقي فيها حاجات ممكن تكون يعني اكتر من احتياجاتنا وبتترمي نصها طبعا للأسف طبعا طبعا ربنا اكيد بيزعل مننا وبنحاسب عن الحاجات اللي بتروح دي كلها فائد عندنا ملوش اي احتياج حقيقة الناس بتاخدها للأسف مش من باب ان هما يعزموا بعض ويتقاربوا اكتر من بناخدها من باب المنظاهر واحنا عملنا وجبنا دي كرومي واللي جاب كذا واللي شوى كذا مين هيعزم احسن من التاني سنة دي مين هيعزمتها تبقى اقوى من التاني لأسف الثقافة دي والنمط الفكري ده يا جماعة عايزين نتخلص منه لصحتنا والميزانية قسرتنا زي ما قلت لحدك رمضان عبادة رمضان عبادة عايزين ندور على صحتنا انا جاي النهاردة ومن خلال لقائمة حضرتك عايز اقول ازاي نهايق جسمنا كمان لاستقبال الشهر الفضيل هنتكلم ازاي نهايق مطبخنا على قد امكانياتنا ولكن برضا هنتكلم ازاي نهايق جسمنا اول حاجة الناس اللي بتشرب المنبهات بشكل كبير جدا سواء كانت القهوة او الشاي او القهوة اللي هي سريعة التحضير بيعانوا في الايام الاولى من الشهر الفضيل من الصداع وعدم التركيز والعصبية بسبب طبعا قلت نسبة الكفايين اللي هم بياخدوها انا ممكن الاسبوع اللي هو قبل رمضان وبالتحديد الخمس ايام اللي قبل رمضان اقل نسبة الشاي والقهوة شوية يعني لو بشرب خمس كبايات شاي او خمس كبايات شاي وقهوة انازلهم لكبايتين ابتدي تدريجيا انازلهم عشان ما حسش بالصداع اول يوم وتاني يوم في رمضان لان بيحصل لي في الايام الاولى الناس اللي بتشرب القهوة والشاي كتير زي اعراض انسحابية في الايام الاولى مع الصيوم فانا عشان اقلل من هذه الاعراض يبقى نقلل في كمية الكفايين اللي دخل اجسامنا قبل الشهر الفضيل باربع خمس ايام كمان اهتم ان احنا قبل الشهر الفضيل نبتدي نمرن نفسنا على ان احنا نقلل كميات الاكل المتناولة ان احنا كمان نحاول نصوم يوم واحنا عندنا نص شعبان كل سنة وحضرتك طيبة نحاول نصوم نمرن نعمل تست كده قبل رمضان عشان نبتدي نهيأ جسمنا للصيام لا 14 ساعة كمان دوقتي هتوصل ل 15 ساعة وشوية هي اول يوم هيبقى حوالي 14 ساعة ودقتين كده في حد بعتلي الجاد والعلواص اذا اقولك لا لا يعني 14 ساعة هتوصل ل 15 ساعة وشوية فيعني احنا ندخلين على 16 ساعة في يوم ده حقيقي فلازم جسمنا يكون مستعد عشان ما نحسش بالتعب وكمان رمضان جاي في الدراسة الجماعات والمدارس كله وكمان فيه امتحانات فلازم نهيأ جسمنا بشكل جيد عن طريق التغذية السليمة والصحية في الشهر الفضيل جميل من الحاجات المهمة جدا انا حددك ذكرت تيها موضوع الكافيين واعرف ناس ما بتعرفش تبتدي يومها من غير القهوة على الصبح او الناس كافيين وده طبعا هيبقى مأساة كبيرة جدا لها انا هبتدي ازاي اليومي او هفوق ازاي في رمضان وصل الناس بتنزل بقى شغلها كمان يعني كرير الجامعة كرير التدريس كرير طب اي مجال النهاردة عايز ينزل يشتغل يفوق هنتبدل الحاجات دي وهنقول البدال بتاعتها بس قبلها انا عايزة اعرف يا دكتور اهمية الصيام للجسم لان في ناس كتيرا جدا بتصوم وعارفة باهميته كعبادة وقال دي عند ربنا سبحانه وتعالى عبادة معظمة ومهمة جدا وما ينفعش يعني طبعا ان احنا ابدا ما نصومش في رمضان نتخلى عنها ده حقيقا ايه بقى فايدتها وتعود على الجسم لان ربنا سبحانه وتعالى كمان ما عملش عبادة ايه لو فيها فايدة لنا الرسول عليه افضل الصلاة والسلام قال ايه صوموا تصحوا الله فعلا الصيام صحة للشخص السليم اولا عايزة نوه بس في بعض المرضى زي مرضى الكلا والسكر من النوع الاول ومرضى الكبد عشان يصوم لازم ياخد استشارة الطبيب نعم خصوصا مرضى السكر من النوع الاول ومرضى الكلا الشخص السليم عايزة اقول لحضرتك ان الصيام صحة لي اول حاجة الصيام بيتخلص من الخلايا الميتة اللي موجودة في اجسامنا اللي تكونت على مدار شهور طويلة الصيام بيتخلص منها نعم الصيام بيخلي الجسم يلتهم هذه الخلايا الميتة اللي عنده كوليسترول عالي وبيمشي على نظام غذائي صحي في رمضان بيقدر يستفاد من الصيام ان الكوليسترول بينخفض اللي ضغطه مرتفع اللي ضغط بيبتدي يتزبط اللي سكر ومضطرب الصيام بينظم السكر في الجسم عايز اقول كمان ان الناس اللي بتعاني من امراض الجهاز الهضمي والقولون والمعدة والكرحة افضل حاجة لهم الصيام وبيشعروا وبتحسن شديد جدا في شهر رمضان لو اتبعنا الصيام صح ان احنا بدرنا وقت الفطار يعني اول ما يدن المغرب نفطر واخرنا وقت الصحور طب نفطر على ايه عايز اقول وجبة سحرية هي المثالية للإفطار في رمضان الطمر الله سبحان الله الطمر احنا بناخد من واحد عدد فرد من الطمرات واحد او ثلاثة او خمسة عايز اقول لحضرتك ان دي الجرعة السكرية المزبوطة لأجسمنا يعني ايه الطمر بيتميز انه غني بالالياف وفيه السكريات اللي الجسم بيقدر يتعامل معاها من غير مشاكل يعني ايه لما بناخد الطمر بيرفع السكر في جسمنا تدريجيا ويبتدي يخبط على المعدة ويقول لها اتهيئي الاكل جايلك فنعمل ايه بعد ما ناخد الطمر اللي هو غني بالسكريات الصحية والحديد والبوتاسيوم اللي مفيد لمريض ضغط الدم وكمان غني بالالياف اللي مفيدة لصحة الجهاز الهضمي عشان ما يجيش امساك ناس كتيرة في بداية الصيام بتعاني من امساك فانا بقول الطمر بيخلناش نعاني من هذه المشكلة اللي ممكن تستمر معانا في الايام الاولى من الشهر الفضيل وهي مشكلة الامساك والطمر مع اللبن يا دكتور ارائي الطمر مع اللبن الطمر ناخده سادة ممكن نحشي الطمر بالمكسرات المتاحة عند حضرتك من الكاجول الفول السوداني ممكن ناخده سادة ممكن نعمله خشاف زي ما بنعمله الطمر انا بشوفه انه افضل كمان من العصير اللي بنشربها لان العصير عندنا فيها نسبة سكر عالية الجسم ما بتاخدش وقت في الهضم هي بتخش على طول سهلة فبالتالي بترفع مؤشر السكر في الجسم بدرجة رهيبة جدا فيبتدي السكر يرتفع مرة واحدة وبعد كده ينخفض مرة واحدة ومن هنا بيجينا الشعور بالتخمة والهبوط ومش قادر وبدور على حاجة مسكرة بعد الاكل بحوالي ربع ساعة ونجرع القطايف والكنافة والجلاش ويجوع اكتر ويجوع اكتر كمان فعشان كده بقول نبتدي بالطمر ونبتدي ناخد مشروب معا نحاول نقل الكمية السكر اللي فيه عندنا طبعا الكركدي امر الدين الطمر هندي الدوم الحاجات الصحية دي العرقسوس من الحاجات المفيدة ولكن مريض ضغط الدم المرتفع يبتعد عن العرقسوس لانه بيسبب له مشاكل ممكن لقدر الله يخش فيها المستشفى ببلاش العرقسوس لمريض ضغط الدم المرتفع عبس الكركدي العليب الكركدي عليب الدوم عليب الخروب عليب مشروبات تانية كتيرة مفيدة لي شرب الميا لو متقفر في اليوم ده مشروب شرب الميا من الحاجات اللي احنا ما ننسهاش كمان في الشهر الفطيل اخد الطمر والمشروب واما صلي خمس عشر دقايي وارجع تاني للمائدة يا ريت ابتدي بطبق الشربة وكون شربة خفيفة بلاش بقى شربة المشروم وشربة الكريمة والحاجات الدسمة اللي بيبقى فيها مواد دهنية كتيرة جدا عايزة شربة خفيفة زي شربة اللسان عصفور شربة الخضار الحاجات دي انا عايزة ميا وقالياف اكتر من عايزة ومحتوى دهني عشان يعوض الفاقد اللي انا فقدته من الميا على مدار اليوم خلال ساعات النهار اثناء الصيام هنشرب الشربة عايزة اقول لحضراتك قابلية الجهاز الهضمي مش هتبقى يعني عندها نهم للأكل لو مشينا بهذا الترتيب انا دخلت الشربة دافية حلوة او للجهاز الهضمي لان الجهاز الهضمي في بداية الأكل بعد ساعات الصيام الطويلة بتكون حركته ضعيفة وكمية العصارة الهضمية اللي فيه لسه قليلة ما اشتغلتش اعتقد رسولنا الكريم كان بيشرب التمر ويقوم على طول يصلي المغرب ويرجع يكمل هنا لان الواحد خلاص هو حس بالشبع فعلى ما يهضم بس الاستقبله ويرجع يكمل بالزبط كده وزي ما قلت لحضراتك برضو الحاجة لكل مكان الدفية كل ده مكان صحي الناس اللي بترفع ازاست المياه السقعة او المال اداني يقزن او العصير السائع ده للاسف او الغزية دكتور دي كارسا او المياه الغزية طبعا وما اكسرها في رمضان والاسف الاعلانات المشبرات المشبرات طول الصيام بقى فانتي حسن دخلها بقى كده ايه عليها بناهم فضيع عايز اقول لحضراتك دي كارسا ليه لان الحاجة السقعة لما بنشربها سواء بقى مشروب غازي او مياس ساعة بتعمل انكباض للقواية الدموية في جسمنا اللي هي موجودة في المعدة بتيجي حديك تاخد الاكل يبتدي يحصل لك متاعب ويحصل لك انتفاخات وعصره هضم عشان دخلنا اول حاجة حاجة ساعة عصره هضم عكس ما الناس فهمة ان ده بيهضم لا يقولك هاتلي حاجة اشربه اهضم من الاكل اللي اكل معك بتقول عليه يا فندم الهضم الكاذب هتديكي راحة خمس دقايق عشر دقايق خذي بقى من هنا التاني يوم مشاكل ومتاعب والام في الجهاز الهضم طب ايه اللي يهدم يا دكتور برضو نقولهم البديلة عشان نسلم البديل بعد الاكل تلاقي حاجة بديلة الفكهة من الحاجات الحلوة الجيدة عندنا البرتقان عندنا نقدر نامل عصير لمون عصير برتقان بعد الاكل من الحاجات المهضمة الجنسون النعناع الشي الاخضر الحاجات دي كلها من الحاجات المفيدة جدا لصحة الجهاز العظمي وغنية بمضادات الأجسادة اللي بتأول مناعها وكمان من الحاجات اللي بتنشط الدورة الدموية عندي بصفة مستمرة نيجي بقى للطبق الرئيسي عندنا ده يا دكتور بقى من الحاجات اللي عايزة اقفى عندها خصوصا الناس كتير اقفى في رمضان تريد تعمل جدول كده 30 يوم هما عايزين يفكروا ايه يا دكتور ممكن يكون الوجبات اللي تكون بأقل تكلافة وكمان فيها قيمة غزائية عالية بحيث ان احنا ما نبقاش يعني بنكلف الناس فوق اعطقها وفي نفسها تستطيع ان هي يبقى لها عندها افكار حلوة ومغزية والله انا عايزة اقول لهم في البداية ان معدتنا طول السنة هي نفس المعدة في رمضان فانا يعني مهما حطيت على الصفرة من اشكال والوان انا تأتي كشخص مش هتقدر تاكل ده كله لازم يتوفر عندنا في الطبق مصدر للنشويات مصدر للنشويات ده ما يتجوز ربع الطبق النشويات في الامكان سواء مكارونا او رز او العيش البلدي كل ما كانت الحاجة من الحبوب وانا بفضل الرز عن المكارونا كمان كل ما ده كان مفيد وصحي عايزة الربع التاني من الطبق يكون البروتين اي بروتين موجودة عند حضرتك لحمة فراخ سمك ما فيش امكانية لده عندنا البيض من الانواع البروتينات الكويسة جدا عندنا البكوليات من انواع البروتينات اللوبيا الفصوليا العدس الحمص كل ده من انواع البروتين والمفيدة لصحة الانسان وما بترفعش نسبة السكر في الدم بشكل مفاجئ عندي طبق المناع السلطة وعشان الناس ما تملاش بطنها بالاكل معلقتين رز معهم معلقتين سلطة نمشيها كده معلقة سلطة مع معلقة رز ده ما بيخلناش ناكل كتير وبيدينا شعور بالشبع مع قطعة البروتين والاهتمام بشرب المية على بعد الاكل وفي الفترة ما بين الفطار للسحور من اتنين لتلاتة لتر ده شيء مهم جدا لانه بينشط الدورة الدموية والمية كمان بتساعد على التركيز والواحد يمسك ازازته هو رايحة ترويح في ايده بالزبط مهمة جدا ما بين الصلوات يعني بتبقى عظيمة جدا انها تملل جسم وتدي طاقة وحاجات نقصات طول اليوم مع الصيام خليني احنا وقفنا عند الصحور لسه ما كملناش لكن انا هستغذنك نعمل جزء بقى تاني لان لأسف وقتنا أزف مخرجنا الجميل وستسامك بيقول ان معناش خلاص وقت لكن لازم نعمل جزء تاني نكمل في الصحور لانه تغذية والاستهدادات لرمضان مهمة جدا نحن طول الشهر نتكلم عنه لحد ما نوصل لرمضان واحنا يعني فاهمين الكلام ده قد ايه مهم جدا وكمان نعمل به صوم وتصحه صحيح صحيح انا بشكرك دكتور منال عايز معها التكنولوجيا الاغذية نورتيني يا دكتور اهلا بشرفنا بوجودك معنا وستمتعنا كمان بكل المعلومات الجميلة لطول الوقت انا لوحية حقيقة من اول الناس اللي بستفيد منها مرسي لزوئك شكرا لكم شكرا لكم طبعا الكلام اللي قلنا النهاردة اتمنى ان احنا ننفزه على ارض الواقع ما يبقاش كلامه خلاص لانه قد ايه مهم جدا احنا يعني نعبض ربنا ونقدي الطاعة واحنا جسمنا مرتاح ويكون صحي كمان من خلال تغذية العلاجة اللي اتكلمنا بيها النهاردة لست مكمنين معاكم نهار جديد لكن اصنحنا هنطلع حالا لتقرير مهم جدا هنتكلم فيه عن البورجر واحنا بنتكلم عن التغذية الصحية كان لازم يكون معانا ونجهزين لحضراتكم تقرير عن البورجر ولكن مش بالطريقة اللي تعاودنا عليها النهاردة هنتكلم عن البورجر بفول السوية وازاي انه ممكن نعمله بشكل صحي وبشكل يكون هلسي لكل المشاهدين ولكل اولادنا في البيوت اللي بيعودوا دايما طول الوقت يطلبوا بالفاست وفودوا بالوجبات الغذائية السريعة زي الام بحيلة زكية كده تعمل البورجر في البيت بشكل صحي ومهم جدا نسبحونا نطلع التقرير ونرجع مرة تانية نستقبل معاكم فقرة جديدة حوارية بعد الفاست